ظهرت تسريبات جديدة عن كاميرا الايفون 15 التسريبات دي عن ميزة جديدة في الكاميرا وتحديدا في سنسور الكاميرا المفروض انها هتحل اكبر مشكلة بيعان منها الايفون 14 برو حاليا دایما كاميرا الايفون بتكون هي نقطة البيع الاساسية كون ان معظم المصورين المحترفين وغير المحترفين بياخدوا اللي محتاجينه تحديدا من كاميرا الموبايل بتاعهم وكاميرا الايفون 15 مش هتكون استثناء بحسب التسريبات الجديدة اللي ظهرت ففي الفيديو ده خلينا كده نشوف مع بعض اخر التسريبات الجديدة اللي ظهرت عن الايفون 15 يلا بينا بعد الترقية الكبيرة اللي حصلت لكاميرات الايفون 14 برو وهي انه بقى بييجي بسنسور بدقة 48 ميجا بيكسل فيه ترقية كبيرة برضو منتظرة هتكون في الايفون 15 وهتيجي برضو مع السنسور فيه تقرير جديد ظهر عن كاميرات الايفون 15 قدمه مسرب تقني صيني اسمه نيكي وقال فيه ان كاميرات الايفون 15 هتستخدم سنسور جديد جاي من شركة سوني والسنسور ده هو احدث ابتقارات شركة سوني وبيستخدم طريقة مبتقرة جدا لصنايات الضوئية والترانزستورز او التعامل مع صنايات الضوئية والترانزستورز في السنسور والسنسور ده هيحل مشاكل كبير جدا في الايفون منها الضبط التلقائي للاكسبوجر يعني هيتفادى مشكلة زيادة الاكسبوجر او قلتها بشكل زكي جدا ودي حاجة هتكون ممتازة جدا وهتحل مشاكل كتير جدا للمصورين المحترفين وحتى المصورين العاديين خصوصا في ظروف الاضاءة العالية جدا او القليلة جدا والسنسور الجديد ده هيقدر يلقط اضاءة اكتر مع كل بيكسل وبالتالي هيزود الاضاءة اللي دخلة للكاميرا للضعف وده هينتج عنه حاجات كتير جدا في الكاميرا زي مثلا ان اداء الاضاءة المنخفضة هيتحسن للضعف والنويز هيكون اقل بشكل ملحوظ جدا كمان السنسور ده هيديك دايناميك رينج افضل بكتير جدا خصوصا لو بتصور في مكان ورق اضاءة عالية وبشكل اكيد هيحسن اداء الفيديو في الاضاءة المنخفضة للضعف لان طبعا السنسور لما يلقى اطنور اكتر هيقدم لك قواليتي احسن في الفيديو والوان احسن بكتير جدا من الفيديوهات الموجودة حاليا ولسه مش معروف هل قبل هتستخدم السنسور ده في كل سلسلة الايفون 15 معالجة جديدة افضل من المعالجة الموجودة حاليا وهتعتمد على السوفت وير والمعالج الجديد اللي هيجي من ابل كمان من المتوقع والحاجات دي توقعات مش تسريبات ان الايفون 15 الترا هيجي مع تصوير فيديو بيديك فيديو لحد ايت كي ودي حاجة متوقعة جدا نكون ان السنسور اصلا بدقة 48 نيجا بيكسل فبالتالي تهارد وير يقدر يصور فيديوهات ايت كي كمان في اخبار بتقول ان ابل هتقدم تطويرات على الكاميرا زوم بتاعة الايفون الاخبار بتقول ان ابل ممكن تقدم كاميرا زوم جديدة بتديك لحد 5 اكس اوبتيكال زوم وده كمان هيزود الزوم الديجيتال ويوصل لحد 50 اكس ديجيتال زوم كمان في اخبار بتقول ان ابل هتقدم لينس جديدة للكاميرا الاسسية في الايفون القادم اللينس دي هتديك كلاريتي اكتر لان هيكون فيها عناصر اكتر وكمان اللينس دي هتقدر تقرب من الحاجات بشكل كبير جدا غير اللينس الموجودة دلوقتي اللي بتحول على الكاميرا المكرو اول ما تقرب الموبايل من اي حاجة اللينس الجديدة بقى هتقدر تعمل فوكس من مسافات اقرب من اللينس الموجودة دلوقتي فبالتالي الصور هتكون شربة اكتر ده غير العزل الطبيعي اللي هتخده طبعا ما تقرب من حاجة بسبب السنسور الكبير خليني برضه اقولكو ان فيه تسريب جديد ظهر عن الايفون 15 مادوش علاقة بالكاميرات وهو تأكدات ان الموبايل هيجي بدون زراير تماما دلوقتي تقريبا عندنا ثلاث مصادر مختلفة بيأكدوا الموضوع ده وبيأكدوا ان الايفون القادم هيجي بثلاث مواتير تابتك انجين جديدة فبالتالي من المتوقع ان احنا نشوف ايفون بدون زراير تماما وكمان من المتوقع ان احنا نشوف ايفون من التايتانيوم ودهر من الازاز المهم قولولي انتو في الكومنتات هل شايفين ان الايفون 15 هيكون طفرة فعلا عن الايفون 14 الموجود حاليا ولا لا وبس كده يا جماعة الحدي هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يارب بيكون عجبكم ما تنسوش تعمل لايك وشير الفيديو لو اعجبكم كمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرارة للجرس عشان نوصل لكم جديد الفيديوهات سلام